بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلبة الأعزاء نختم الشابتر الثاني بعنوان Statics of Particles بجزئه الثامن هنا في هذا الجزء رح نحاول نتناول تمرين على Rectangular Components in Space رح نشرح في حل التمرين في ثلاثي الأبعاد التمرين هو عبارة على Guide Mast هنا في Mast مشدودة بحبار المفروض تكون ثلاثة لكن أنا بس رح أكتفي بالشد في الحبل A-B الشد في حبل A-B بيساوي 2500 نيوتن إيش المطلوب هنا حدد مكونات Fx و Fy و Fz of the force acting on the bolt at A هنا في شد بيساوي 2500 نيوتن كم رح تكون مكوناته باتجاه ال-x و Y و Z السؤال الثاني We will determine the angles الزوايا theta x, theta y, theta z defining the direction of the force طبعا عشان عشان نحل المسألة هذه Based on the relative locations of the point A and B we will determine the unit vector أي الفكتور الوحدوي pointing from A to B يعني الفكتور lambda هذا كم رح يساوي We will apply the unit vector to determine the components of the force acting on the point A or acting on the bolt on the point A noting that the components of the unit vector are the directions cosines for the vector We will calculate the corresponding angles theta x, theta y, theta z We will start by determining the unit vector pointing from A to B The unit vector أول شيء رح هتناوله هو ال-A, B كvector كم يساوي طبعا عنده مكونات باتجاه ال-X وال-Y وال-Z ال-Vector من A ل-B هنا لو عملت له إسقاط باتجاه ال-X رح يكون عكس المحور X ال-Distance هي 40 وبما أنها هي عكس X رح تكون سالب 40 هذا مكون باتجاه ال-X المكون باتجاه ال-Y سهل هنا لأنه في نفس اتجاه المحور Y فالمكون هذا رح يكون موجب 80 متر والمكون الثالث باتجاه ال-Z هو المكون هذا اللي بيكون قيمته 30 متر وهي موجبة لأنه في نفس اتجاه ال-Z لو عايزي الحين أعرف قيمة ال-A-B أز اسكالور بتساوي المكون باتجاه ال-X تربيع والمكون باتجاه ال-Y تربيع والمكون باتجاه ال-Z تربيع جمعوهم كله تحت الجذر أتحصل على A-B كقيمة يساوي 94.3 متر الآن عايزي أحسب اليونت فيكتور لمدة بالنسبة لي لمدة بتساوي المكونات ال-A-B كفيكتور على قيمة ال-A-B يعني هذه هي A-B باتجاه ال-X على A-B وهذه A-B باتجاه ال-Y على A-B وهنا A-B باتجاه ال-Z على A-B يعني أخذ هذه وأقسمها على 94.3 والثمانين نفس الشي والسالب أربعين نفس الشي رح تحصل على اليونت فيكتور بهذه النتيجة سالب 0.424i مع 0.848j مع 0.318k الآن I will determine the components of the force طبعا شفنا في سلايدي قبلهم أنه F بتساوي F lambda يعني F as a vector بتساوي F as a scalar multiplied by the unit vector lambda لو عوضت F ب-2500 وهي معتاة في التمرين ولمدة عوضتها بالكتابة اللي توصلت لها في أول التمرين وعملت التوزيع هنا رح تحصل على الفرصة F بمكوناتها الثلاثة باتجاه ال-X وال-Y وال-Z نمر الآن إلى السؤال الثاني noting that the components of the unit vector are the directions cosines for the vector calculate the corresponding angles theta Y theta Z ومعهم theta X اللي هي الزوايا ما بين الفرصة F هنا والمحور X هذه theta X وبالنسبة للفرصة F والمحور Y هذه theta Y وبالنسبة للفرصة F والمحور Z هذه theta Z طبعاً في طريقة ثانية نقدر نكتب بها الفيكتر الوحدوي lambda unit vector lambda بيساوي cosine theta X I مع cosine theta Y J مع cosine theta Z K وتوصلنا في السؤال الأول إلى كتابة unit vector lambda بالطريقة الثانية هذه اللي بتساوي minus 0.424I plus 0.848J plus 0.318K فعندي طريقتين لكتابة lambda أقدر أقول أنه cosine theta X بيساوي سالب 0.424 لو كتبت هنا cosine theta X بتساوي سالب 0.424 يعني theta X بتساوي cosine minus 1 لسالب 0.424 ولو حسبت رح أجد أنه theta X بتساوي 115.1 درجة أسوي نفس الشيء بالنسبة cosine theta Y ونفس الشيء بالنسبة cosine theta Z رح أتحصل على النتائج التالية theta Y بتساوي 32 درجة و theta Z بتساوي 71.5 درجة ونكون كده تحصلنا على الزوايا theta X theta Y theta Z المطلوبة في التمرين شكرا على الانتباه شكرا على الانتباه شكرا على الانتباه